السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واجمعينا ما بعد طبعا اليوم هل نتكلم على اللكشر الثانية والتي تعتبرها المفروض أنها الأولى ولكن نحن زي ما أنتم عارفين سمعنا في اللكشر الأول اللي هو سمعناها الأورثودونتك تيرمونالوجي وقلنا هي مهمة جدا ان شاء الله يكون الصوت واضح بالنسبة عندكم والصورة حبذا لو في أي مشكلة في الصوت والصورة بس تحطوا لي في التعليقات عشان أكون منتبع معاكم ونتابع معاكم فعالات اللي الآن قاعدين حاضرين طبعا هجيب مقدمة كده حتى يجو بقية الستودينت ثم بنبدأ في الشرح الفعلي ولكن برضو إحنا زي ما تعودنا أنه هنعطي مقدمة بسيطة ونسوي زي الريفيجين بالنسبة لنا وحبينكم تحطوا لي بس في التعليقات الصوت الصورة واضحين إذا استمرت المشكلة أنه الصوت مثلا واضح بس الصورة مش واضحة فبس انتظروا التسجيل حتى يعني ينزل اللايف بشكل فيديو هيكون إن شاء الله واضح بس بربما يكون بس من الانترنت عندكم أو حاجة من هذا القبيل طيب زي ما اتفقنا أنه هذه المحاضرة مفروضة تكون طبعا برضو محاضرة اليوم جدا بسيطة يعتبرها يعني ما راح تاخد تقريبا ساعة المحاضرة بس هل بنتكلم ليه إحنا قاعدين ناخد الأرثو دونتيك ليش أصلا في علم اسمه الأرثو دونتيك وهل هو لازم ومش لازم ايش المشاكل اللي ممكن تواجهنا ايش العيوب ايش الحاجات هذه كلها عموما طيب احنا في الترمنولوجي استخدمنا بعض المصطلحات خلونا نعطيكم يا رفيجين كذا حتى تبدأ أو باقية الطلبة يجو تكلمنا على حاجة اسمها اوبرجيت وقلنا اوبرجيت ايش هذي هذي هي وقلنا الطبيعي انه الماكزيلا يكون متقدم anterior of the mandible ب2 إلى 3 ملي متر قلنا هذا النورمال اذا زاد نسميها increase في الاوبرجيت واذا قل نسميها decrease في الاوبرجيت اما اذا صار العكس انه المانديبل متقدم على الماكزيلا وهذه نسميها ايش reverse overget تكلمنا على الاوبربايت انه الاوبر teeth بتكون overlie the lower teeth وقلنا الاوبرلاي يعني انها تغطيها او متقدمة عليها ومغطيتها become وقلنا برب بثلث يعني the upper incisor teeth overlie the lower or one third of the lower incisor teeth وقلنا هذا normal طيب لو زادت غطت ثلثين او ثلاثة اثلاثة فهذه نسميها ايش يقولنا increase في الاوبربايت وسميناها اسم الثاني اللي هو deep bite يعني زايدة بشكل كبير وقلنا اذا قلت هذه نسميها ايش reduce overbite ولكن انت صار منفصلة الاسنان العمامية عن بعضها البعض في حالة الاطباق واحنا بنشوفها بعيننا فنسميها ايش يقولنا اسمها الثاني اللي هو الopen bite اتكلمنا على cross bite كمان اتكلمنا على الحاجات هذه احبادة لو ترجعو لها اذا لسا عندكم مشاكل فيها طيب احنا قد انتظرنا بما فيه الكفاية حتى الطباب تيجي اليوم هنتكلم عن الintroduction بعض الاشياء احنا قد اخذناها هات مش عليها بشكل سريع وبعض الاشياء اللي احنا هنتعرف عليها طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ في الintroduction to orthodontics اول شيء ايش المقصود في الorthodontics ايش المقصود في التخصص هذا عموما هو عبارة عن branch of dentistry هو ايش branch فرع من فروع علم الاسنان عطب فم الاسنان بس اهميته في ايش انه branch ايش اهميته concern with اهميته انه بيركز على اربع حاجات لازم تركزوا عليها اللي هو ايش facial growth هو بيتابع وبيراقب facial growth نمو الوجه الحاجة الثانية بيتابع development of dentation and occlusion يعني بيتابع development تابع التث كيف يعني يحصل هالdevelopment كيف تيكبار ايش المشكلة متى يحصل eruption متى يحصل exifulation متى يحصل retain متى يحصل mal occlusion الحاجة الثانية هنتعرف عليها يعني بيركز على هادول الاشياء و بيركز عايش عايش على facial growth انه هل الفك صغير هل الفك كبير هل في مشكلة كده هل في مشكلة كده طيب بعد ما يركز على هادول كلهم بيروح يركز على حاجة ايش diagnosis و بالنهاية بعدين ايش بيشخص يعطينا diagnosis بيقول هذا مثلا عنده severe crowding mild crowding عنده استحام قليل استحام بطيء او خفيف يعني عنده اشياء زي كده ثم بينتبهه و بيعمل ايش interception المقصود في ال interception انه بعد ما شاف المشكلة او عارفه وشخص المشكلة الان بيعمل تدخل او اعتراض يحاول ايش يعدل او يصلح المشكلة اللي موجودة في ايش بيعمل ايش interception الانترسيبشن بعدها بيعمل ايش treatment يعني بيعطي العلاج الان لأي اكلوجن anomalies anomalies يعني معناته فيه تشوه او فيه خطة في الموضوع تمام فأي اكلوجن anomalies في الاسنان بيعمل له treatment فهو بيركز بلنا على اربع حاجات ايش هو اولا شيء facial growth development of dentation and occlusion تمام بعدها بيعمل diagnosis بيعمل interception والانترسيبشن هذا بيطبقه عن طريق treatment تمام يعني يعني يعترض مثلا في عندنا سنة ماهي او فيه زحمة في الاسنان هو يخلع سنة عشان يصير فيه وسع وترجع الاسنان بنصر رصة فالانترسيبشن هنا انه يعترض رح خلع تمام وبنصر لوقت الخلع هذا هو عبارة عن treatment تمام وكله هذا عشان بيعمل يعدل occlusion anomalies الخطأ او المشكلة اللي صارت في الأورثودونتكس عموما هذا مختصر مفيد ايش المقصود في الأورثودونتكس طيب هل الأورثودونتكس meet or want ايش المقصود في هذا الكلام المقصود فيه انه الحين علاج الأورثو او التقويم اللي شايفينه انتم عند الناس هل هو حاجة ام هو شي شخص يرغب فيه وهذه المصطلحين لازم نفرق بينهم تمام طيب نتفق على حاجة المالوكلوجين it's not disease تمام يعني رصة الأسنان انه مش مزبوطة هذا مش مرض تمام رصة الأسنان مش مزبوطة هذا مو مرض يعني مثلا نجعل الصورة هذي الآن هذا عنده مالوكلوجين شايفين هنا مثلا الصورة هذي فيها rotation يعني ماي لا ماي بشكل نفسنا سافتها هنا عندنا spacing حتة دي تمام طيب هل هذا اسمه مالوكلوجين تمام المالوكلوجين هذا هل هو disease هل هو مرض لا هذا ينتفق عليه تمام طيب ايش يسبب المالوكلوجين هنا ممكن تكون حاجة مسألة ثانية نتكلم عليه لكن المالوكلوجين نفسه ماهو disease ماهو مرض طيب قلنا لازم نفرق بين ال need وال want يعني الحاجة والرغبة في الحاجة تمام والرغبة في الحاجة يعني مثلا نقول انت طالب قاعد تدرس في الجامعة الجامعة هذه تعليمها online هل انت بحاجة إلى جوال والتصال في الانترنت أم انت تريد ذلك لا انت هنا في الحالة هذه انت بحاجة له لانه لو موجود انت ما حتقدر تدرس تمام طيب لنفترض ان انت قاعد تدرس في جامعة offline يعني وجه لوجه الدكتور بيعطيك الملفات عندك مراجع كل المراجع موجودة ككتب كل حاجة موجودة يعني فعليا كل حاجة موجودة قدامك ولكن انت هنا محتاج الجوال او انت تريد الجوال معلش انت تريد الجوال وتريد الاتصال في الانترنت هل معناته لو ما عندك الاتصال في الانترنت وما عندك الجوال هل انت ما حتقدر تدرس لا هتقدر تدرس ولكن هذه قد تكون عظام المساعدة عرفنا الفرق بين الحاجة والرغبة في الحاجة في الشيء يعني انت محتاج هذا الشيء وراغب فيه هذه لازم نفرق بينه طيب زي ما اتفقنا انه مالوكولوجين it's not a disease apprecial of the following factor need to be concerned before treatment is commenced for individual patients يعني ايش المقصود في الكلام هذا لازم نسوي تخميل ولازم نركز على الفاكترس الآن او الاشياء العوامل اللي احنا نتكلم عليها قبل البدء في اي علاج اي مريض تمام يعني اول ما نجي لشوف المريض هذا قبل ما ابدأ اشوف انه عنده العلاج ولا حاجة لازم نركز على حاجة اللي هم مين risk benefit of treatment وهنعرف عليها الحين بعد شو نتكلم انه فيه خطورة كمان في الortho يعني في التقويم فيه خطورة جدا كبيرة لأسباب معينة هنتكلم عليها فاحنا نقارن بين risk الخطورة والbenefit الفائدة نقارن بينهم اياه ما يغلب نطبق عليه تمام الحاجة الثانية cost benefit انه السعر هذا غالي والbenefit حاجة خفيفة او السعر غالي او السعر رخيص والحاجة ما هي كبيرة يعني افتراضة نقول مثلا هنا التقويم ممكن يكلف 40-50 الف مثلا او نخليها بالرنج العادي مثلا 500 دولار طيب 500 دولار هذه هل المريض يستطيع انه يوفرها هل 500 دولار هذه اذا وفرها هتحرهم من حاجات ثانية ممكن ما يقدر يسدد اجاره ممكن ما يقدر يأكل ويشرب ممكن اولاده ما حياكله فاحنا حين نشوف السعر مقارنة بالبينفيت هل هذه السنة الآن ضارته مستهلة انه اهله ما يأكله وما يقدر يسدد مقابل انه يسوي هذا الشيء مع انه هذا تقريبا تقدر تقول جمالي عشان كذا لازم تشوف الشخص هذا مقدرته المالية تشوف قدرته تشوف الحاجات هذه لازم مهمة فبعد ما تشوف هذول الاشياء لازم لازم اوكي يثكلي اخلاقيا انه انت ما تطبق اي علاج تمام اي علاج الا وانت كلمت المريض بالبينفيت اللي ممكن تحصل تمام يعني انت تقول له على فكرة لو صالحك التقويم هتحصل معك واحد اثنين ثلاثة اربعة وان انت من علاج رح تصبح زي كده بنفس الوقت لازم تعطيه ادفانزجج شود بي فويد ان اللايت اوف بوسيبول ريسك يعني ان سايد افكت ان لازم تقول للمريض اخلاقيا يعني وهذا حبة لانا تكون من جميع الدكاترة ولكن للأسف صارت معي موجودة بشكل كبير ولكن احنا نكون نعرف نعرف الشيء الصح طيب اخلاقيا بيقول لك انه انت المفروض ما تبدأ في اي علاج عموان مو بلس بالأورث باي مكان باي علاج آخر تكلم المريض تقول له والله لو اصبيت لك مثلا علاج التقويم المفروض السنانك بترتص بالشكل هذا وبتصير معك الطباق كويس ولكن انت محتاج لك ريتينر تستمر عليه بعدين لمدة شهرين او سنتين تمام ريتينر هذا هنتعرف يعني حاجة تثبت فيها الأسنان بعد ما رصت الأسنان وتقول له والله لو ما نظفت أسنانك بشكل كويس فما حنستفيد من التقويم لأنه صراحة هنعالج التقويم هنعالج رصة الأسنان في المقابل هيصير لك تسوس وممكن بتضطر انك تسوي علاج عصب لكل الأسنان بنفس الوقت ممكن حين نسوي تقويم لكن ما يزبط معنا فلازم المريض يكون عارف بكل الأشياء الموجودة أخلاقيا